الدرس الثالث عشر مقارنة عناصر مجموعتين عنصرا بعنصر أكثر أقل على قدر أستكشف شيماء تعد لحفل عيد ميلادها هل تستطيع أن تعد كل الطاولات حسب هذا المثال؟ نعم لا 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 تستطيع شيماء أن تعد كل الطاولات حسب هذا المثال لأن عدد باقات الزهور أقل من عدد الطاولات أتدرب واحد أتأمل أربط بسهم مجموعة فراخ الدجاج مجموعة البيضات على قدر أكثر من أقل من مجموعة العصافير مجموعة الدجاجات مجموعة فراخ الدجاج أكثر من مجموعة الدجاجات مجموعة البيضات على قدر مجموعة العصافير إثنان أكمل التلوين مجموعة المربعات الصفراء على قدر مجموعة المربعات الزرقاء مجموعة المربعات الحمراء أكثر من مجموعة المربعات الزرقاء مجموعة المربعات الخضراء أقل من مجموعة المربعات الزرقاء أضع علامة X في الخانة المناسبة عناصر مجموعة الكرات على قدر عناصر مجموعة البنات نعم أو لا نعم عناصر مجموعة الأولاد أقل من عناصر مجموعة البنات نعم أو لا لا عناصر مجموعة المحافظ أكثر من عناصر مجموعة الكرات نعم أو لا نعم أوظف أحيط بخط مغلق مجموعة عصافير عناصرها على قدر عناصر مجموعة العصافير الخضراء أي أننا نقوم بوضع ثلاثة عصافير من بين العصافير الموجودة داخل خط مغلق مجموعة عصافير عناصرها أكثر من عناصر مجموعة العصافير الخضراء أي أننا نقوم بوصل مجموعة عدد عناصرها يكون أكثر من ثلاثة أقيم أرسم على الورقة الموجودة على يمين وليد مجموعة مثلثات على قدر عناصر مجموعة الأرانب إذن عدد المثلثات على يمين وليد يساوي أربعة على يسار وليد مجموعة دائرات عناصرها أكثر من عناصر مجموعة الأرانب مجموعة الدوائر التي ستكون على يسار وليد يجب أن يكون عددها خمسة فما فوق أمام وليد مجموعة مربعات عناصرها أقل من عناصر مجموعة الأرانب مجموعة المربعات التي سنرسمها على الورقة أمام وليد عدد عناصرها يكون ثلاثة أو أقل ترجمة نانسي قنقر